اذا كان الكل لا خليني اعتبر ان ده سؤال هل الكل يشترك في نفس في نفس القاعدة الفكرية حتى وان كانت متسعة بعض الشيء علشان يحصل من بعدها او من خلالها انبثاقات لكن القاعدة الفكرية واحدة القواعد الفقهية والفكرية هي واحدة ولذلك احنا شوفنا ده بعد 2011 انت هشوف مثلا السلفيين المستقلين دول طائفة من السلفيين دول جوالين كده على المدارس السلفية محمد حسان يعقوب غيره تلاقي مثلا الشيخ محمد حسان مثلا عضو فيه انصار السنة يعني رسمي لكن في ذات الوقت كان بيدي عادي الدروس ومحاضرات في العزيز بالله ويدي في الاماكن دي عادي وروح لدعوة السلفية العزيز من لده تعزتون اه ده كان منبع يعني لكل السلفيات بتكتمح هناك وهما بيحضروا خطب ويطلع يتجندوا هتلاقي مثلا حازمون خدت من الجميع حازم صلاة عباسون خدت من الجميع طبعا وخد من الجميع يعني حركة حازمون خليط من السلفيات المتنوعة فهم مرحلة وسيطة لأفكار واحدة لكن هي هنا ازاي المرحلة كل واحد بيشوف ممكن يتحول من السلفية دي للسلفية دي في لحظة يعني ممكن في لحظة واحدة يتحول من السلفية دي فينتقل من دي لدي وديل دي حسب جدل كبير جدا جدل حول الاستراتيجية والخطة وجدل حول امور العقادية حتى الامور البسيطة اللي احنا بنشوفها عندنا بسيطة اللي بيرجعلك لمسائل عند المعتزلة ولا شعار غيره ويختلف عليها خلافات فضيعة ومعارك فكرية فضيعة جدا تشوفها طب هل الانتقالات بتبقى انتقالات تصعودية يعني ينطلق من الاهدأ الى الاكثر عنفا فالاكثر فالاكثر حتى وصولا الى اعتى او اعنف مظاهر من وجهة نظر هو الجهاد ومن وجهة نظر نحنا الاتل والارهاب والتطلق هو ملهاش حسابات انه انتقل ازاي يابد انتقال على كل فرد والكل عنصر مدى تربيته ومدى ثقته بالمجموعة اللي هو معاها لكن كان ده واضح بعد 2011 ازاي حتى السلفين المستقلين اللي هما جوالين دون اثروا في قطاعات كتيرة جدا من الشباب لما تيجي مثلا لواحد مثلا 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 انا عديك مثلا زي ابو زر القلموني هتلاقي كتب ابو زر القلموني اللي هو الراجل اللي هو كان اصلا من الوادي الجديد وفي الجيزة مقيم في الجيزة وله مسجد في بلاء كتاب ففرول الله مثلا او تحريم لعب كرة القدم يعني مش فاكر اسم الكتاب النص لكن هو ليه كتاب عن حرمة لعب كرة القدم فتلاقي الكتب دي لها تأثير كبير جدا كتاب ففرول الله ده في المحاضن التربوية الجهادية كلها بيدرس رغم ان هو راجل سلفي تعبدي مستقيل له تصورات فقهية شديدة شديدة التصور يعني مثلا ان النقاب مش بعينين بس يكون بعين واحدة يعني المرأة لا تخرج سوى بعين واحدة له متشدد جدا في انت الصرفات الغريبة دي اه اه اتلاقي اه 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 فهتلاقي حاجات زي كده ورغم ان هو مستقل لكن هناك تأثر كبير جدا بيه في محاضن تربوية جهادية من السلفية الجهادية فكله صب عنده كله يعني كله بيصب عنده كله انا لما بتيجي تأسمها بقى تيجي تأسم ال دي التأسمات اللي هي معمولة دي تأسمات باحثين بالمناسبة يعني سلفية علمية سلفية مش عارف اصلاحية كل ده ممكن يبقى فيه عليه ايه على ان احنا نختلف فيه وان احنا لا نغير نهيكل من جديد حسب رؤية اللي الباحث نفسه لكن ممكن تأسمها جغرافيا يعني ممكن تقول سلفية القاهرة رفع صرورة انا قدر اقولك ان لو قسمتها جغرافيا انا هقولك هناك سلفية القاهرة هي سلفية حركية الاكثر فوز السعيد اللي هو تكلم عنهم في الوسائقية تتأثر بهم اللي تتكلم عنهم رشيد ده رشيد المصر هتلاقي ان هو قالك انا كنت محضر للجماعة دول فهتلاقي هو دي سلفية القاهرة السلفية الحركية اللي هي منها كان قيدها رفع صرور وهتلاقي حتى في جنازة رفع صرور وشوف ادخل على يوتيوب هتلاقي ان كل الجماعات حضرة ومحمد البتاجي بيبكي بكاء بنحيب يعني في الصف الاول بيبكي بكاء بنحيب وبيئم المصليين عمر رفع صرور اللي هو قتل في ليبيا اللي كان رفيق اشام عشماوي واحد فقهاء جامعة بيت المقدس في سيناء فانت بتتكلم على الخليط ده تشوفه وحازم صلاح ابو اسماعيل اعطى كلمة على القبر وهما بيتفنوا الراجل وجبها السلفية فانت بتكلم على هذا الخليط المتنوع من السلفيات هو الاصول واحدة الاصول العقدية واحدة والتقسيمات الجغرافية او التقسيمات العلمية البحثية كثيرة جدا لكن في النهاية كل السلفية فيهم بتصل الى مستوى معين وبتسلم الاخرى وكل واحدة فيهم مرحلة وسيطة للاخرى وكلهم مرحلة وسيطة للجهادية العالمية